بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ في هذا الجزء من المحاضرات في تناول الوظيفة السالسة من وظائف الإدارة وهي وظيفة التوجيه فتوقع بعد قراءتك لهذه المحاضرات أن تكون قد تفهمت طبيعة وظيفة التوجيه والعلاقات بين الرؤساء والمرؤسين وكيفية بنائها الاتصالات الإدارية وعناصر وقنوات الاتصالات عوائق الاتصالات وزيادة فعليتها أولا سنتناول طبيعة وظيفة التوجيه إن العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة داخل أي منظمة لابد أن يكون من خلال تعاون مشترك وتفهم جيد للعلاقات بين الإدارة والوظيفة ولكي نحقق هذا التعاون يجب أن نستخدم سياسة التوجيه وسياسة الترغيب وسياسة الترهيب أحيانا في مواقف معينة ولذلك يمكن تعريف طبيعة وظيفة التوجيه على أنها الكيفية والأسلوب الإداري الذي يستطيع من خلاله الرئيس دفع مرؤوسيه للعمل بأقصى طاقته وذلك في إطار مناخ يحقق من خلاله إشباع رقبات ويحقق أهداف المرؤوسي سنتناول في الجزء التالي العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين العلاقات بين الرئيس والمرؤوسين إن المدير ققائد لابد أن يستخدم الحكمة في التعامل مع مرؤوسين والعلاقة بين الرئيس والمرؤوس تستند إلى مبادئ عامة هذه المبادئ تتمثل فيه المبدأ الأول مبدأ الهدف من عملية التوجيه وهذا المبدأ يعني حث المرؤوسين ودفعهم لتنفيذ العمل من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة المبدأ الثاني مبدأ الانسجام في الأهداف وهذا المبدأ يعني أنه على الرغم من اختلاف أهداف العاملين مع أهداف المنظمة فإنه من خلال وظيفة التوجيه يجب أن يشعر المرؤوسين بأن أهدافهم تسير في وفاق مع أهداف المنظمة المبدأ الثالث مبدأ وحدة الأمر والتوجيه يقوم هذا المبدأ أن المرؤوسين يتلقوا التعليمات والتوجيهات من رئيس واحد فقط وهو رئيسهم المباشر وأيضا ترفع تقريرهم وشكواهم لهذا الرئيس حتى يتم منع عملية الازدواجية سنتناول بعد ذلك زيادة فاعلية العلاقات بين الرئيس والمرؤوسين وحتى يمكن زيادة الفاعلية في العلاقات بين الرئيس والمرؤوسين فإنه يجب على الرئيس أن يراعي ما يلي أولا أن لا يصدر الأوامر بل يقترحوها أثنين أن يفوض السلطة للآخرين ثلاثة أن يدفع مرؤوسيه لتحقيق الأهداف الخاصة بهم وأخيرا أن يقدر جوانب الضعف والقوة في مرؤوسيه ويمكن أن نتصور العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين وتأثيرها من خلال النمازج الآتية النموذج الأول الرئيس والمرؤوس متفاهمين هذا يعطي انتاجية ومعنوية عالية النموذج الثاني رئيس ومرؤوس غير متفاهمين يعطي انتاجية ومعنوية منخفضة النموذج الثالث رئيس متفاهم ومرؤوس غير متفاهم هذا يعني انتاجية منخفضة ومعنوية عالية النموذج الرابع رئيس غير متفاهم ومرؤوس متفاهم هذا يعني انتاجية عالية ومعنوية منخفضة ونأتي إلى السؤال الرئيسي كيف يكسب الرئيس ثقة مرؤوسية أي بمعنى كيف تتم إدارة المرؤوسين هناك عدة اعتبارات يمكن من خلالها أن يكسب الرئيس ثقة المرؤوسين من خلال أولا اظهار الاحترام والتقدير للمرؤوسين اثنين التركيز على المشكلة لا على الشخص ثلاثة دعم التعليمات بالحوافز سواء كانت مادية أو معنوية أربعة الإنصاط إلى المرؤوسين لا الانشغال عنه خمسة تحديد أهداف واضحة ومهتابعة عملية للتصالات والسؤال الآخر هو كيف يكسب المرؤوس ثقة رئيسي بمعنى كيف يستطيع المرؤوس أن يكسب ثقة رئيسي وإلى أي طرق يستطيع أن يسلكها لتحقيق ذلك أولا يجب أن يتعرف المرؤوس على أبعاد شخصية رئيسي من حيث أهدافه والضغوط التي يتعرض لها جوانب القوة الضعف أسلوبه في العمل اثنين أن يقيم المرؤوس نفسه في ضوء الأبعاد السابق من حيث أهدافه والضغوط التي يتعرض لها وإسلوبه في العمل وأخيرا يجب أن يتم بعد ذلك تطوير العلاقات بين الرئيس والمرؤوس بما يحقق تلبيت احتياجات المرؤوس واحترام ووقت رئيسه تزويد رئيسي بالمعلومات التي تساعد على حل المشكلات ثم بعد ذلك يكتب ثقة رئيسي في الأمانة والنزعه ترجمة نانسي قنقر